أثارت تعديلات على ويكيبيديا ما خوف من أن عملاء أو جهات سبرانية مؤيدة لإيران تستخدم الموقع للتلاعب بالمعلومات المتاحة للعامة حول النظام في طهران وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة The Times البريطانية تم تغيير المعلومات على ويكيبيديا للتقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فمثلا تم تغيير المعلومات لتشويه سمعة الجماعات المنشقة الإيرانية في حين تم تقديم المنشورات الحكومية كمصادر إخبارية محايدة في موسوعة المعلومات المجانية على الإنترنت كما تمت إزالة تفاصيل أساسية حول عمليات إعدام جماعية نفذها النظام الإيراني كحث في حقيقة تورط كبار المسؤولين الحاليين فيما يخص إعدام السلطات الإيرانية سجناء سياسيين عام 1988 والذي قدر عددهم بالألاف بحسب منظمة هيومن رايتس واتش هذا عدا عن إحباط أنصار الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان وحيد بهشتي والذي أضرب عن الطعام في بريطانيا مرارا وتكرارا محاولاتهم إنشاء صفحة على ويكيبيديا زوجة بهشتي ومستشارة في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قالت إن المعلومات المضللة عبر الإنترنت كانت أداة رئيسية للنظام الإيراني أضافت أيضا أن ما يعتقده العالم عن إيران مهم جدا بالنسبة للنظام الإيراني وأنه إذا كانت إيران قادرة على إضافة الارتباك والمعلومات المضللة فسوف تفعل ذلك على حد قولها